أنا ابتديت بالاهتمام بالأدب والفكر بوقت مبكر يعني اليهودي سميع إلى فضل عليك ما أدري ليش يعني أذكرك أو أتخيلك واقف بساحة باب المعظم يمكشك اليهودي سميع أنت والسياب وحسين المردان أعتقد من ذاك الوقت بدأت الحياة يعني مسجرتك تتجي بالاتجاهات الصحية أنا ابتديت بالاهتمام بالأدب والفكر بوقت مبكر يعني اليهودي سميع إلى فضل عليك لا مو اليهودي سميع يعني شوف قبل سميع أنا يمكن المشاهدين يستغربون أنا صدرت أول كتاب إلي كنت بالثالث متوسط واشترت كتاب الثاني بالرابع متوسطة وهذا وقت مبكر أنا عشت في بيئة بالعائلة اهتمام كبير بالأدب والفن والشعر وكنت أحضر جلسات المطاردات الشعرية إلى آخر أنت تشير إلى سميع هذا أنا اكتبت عنه بكتابي الغربال الذاكرة غربال الذاكرة أتحدث فيه عن مشاهير عرفتهم عن قرب يعني هو ليس ذكريات قراءة سيار سيار ممذكرات هو معايشة معايشة وذكرت فيه حوالي العشرين شخصية عشرتها عشتوا إياها تعاملت معها وذكره سميع صاحب المكتبة تذكر أنت بعدك صغير بالأمر لا مصاير بعدني شنو؟ دين وخمسين تحت حدث أنت لا لا أوكي أوكي بالخلص خمسة وخمسين تحدث تقريباً بعدني مصاير كبير ايه بعدك مصاير طبعاً يعني يا لك ايه تيتكبرني دكتور ليش خمسة وخمسين هو يعني ايه هو المهم المضمون بجوه تبع مئة سنة عندك فأنا في غربال الذاكرة باب المعظم اللي القدامة يتذكروه كان صحة مهمة جداً قرب السجن ها أمام السجن اللي الآن وزارة الصحة وهناك كانت بالداء الريدان مع الباب المعظم كان فيه أربعة أركان فيه كل ركن مكتبة كشك مكتبة هي أكبر من كشك يعني هي مكتبة فكنا نقف عند هذه المكتبات نقرأ الجرائي البلاش نقرأ المجلات البلاش أنا كنت أقف عند مكتبة تطور سميع يهودي ومستقطب كل الشباب يشتغل براحة بذاك الوقت طبعاً الآن المسيحي خطيئه هجروه سميع كان يهودياً وعراقياً جداً لحد الآن أقولها وكانت مكتبته مقابل أهم مقهى على اليمين يم سجن كانت فكنا نأتي ونقف وأنا أتذكر وقفات معه وكان من بين الواقفين بدر شاكر السياب وبدت علاقتي مع بدر شاكر السياب بعد أن امتدت إلى وكاتب هو أسن منك أكبر منك بالعمر بدر كان كله يعتقد أعتقد خريج هو أدب إنجليزي أدب إنجليزي قبل ما يذهب للكويت ويتوفى هناك وإلى آخره وكان تارب بدر شاكر السياب رجل هادئ جداً نحيف جداً يعني حتى واحد أحد الأصدقاء قال لعنه أنه قال له يعني بدر شاكر السياب وقع وانجرح قال لي بسيطة هو ما يطلع منه الدم لأنه ما مكنت على جسمه يعني أنا حافته فكتبت عن الذكريات عن بدر شاكر السياب وفي الكتاب هذا نفسه غرباء للذاكرة شخصيات كثيرة أخرى بس أنت كنت عازم السياب وحسين المردان على قوزي وصارت بالشارع أنا يعني كان وضع المادي معقول حتى منكن الطالب أو الصغير بالسنة بتتسادة الياسرين كلكم زيانين ترى كلهم مو كنا مو كنا بس أحنا أوكي ماشا حالي بتدبير والدي الله يرحمه في يوم 14 رمضان 14 تموز 14 تموز 14 تموز لما صارت كنت أمشي بالشارع وأجدتي مظاهرة كبيرة وهوسة وكانوا يسحلون نور السعيد في ثاني يوم مو 14 تموز أعتقد يوم 17 تموز ثم مسكوا بالبتاوين مسكوا نور السعيد بنابس نسائية إلى آخرين زيين فأنا ماشي لك يعني كنت قبل ذلك قد التقيت بحسين مردان وبدر شاكر السياب قالوا آه لقينا واحد يمكن يعزمنا على الغداء فدخلنا في مطعم نهرين اللي يركن مقابل حافظ القاضي من الجهة الثانية زيين وسبعنا الضجة فخرجنا لقينا الناس يسحلون نور السعيد زيين فتفرجنا فترة ثم رجعنا إلى الهذا وصار نقاش بينهم حول العنف والثورة والأقلية الجماهيرية الأقلية الجمعية ممكن واحد ضمن المجموعة وضمن التظاهرة يتسرر تصرفات لا يقوم بها عندما يكون وحدة أو مستقل بس دكتور انت على اختلفة العهود عهد الملك يراحج العهد الجمهور الأول العهد الجمهور الثاني العهد الجمهور الثالث انت عندك معتقد معين يعني ربما محافظ عليه ولكن من حبست عاصرت كل هذه العهود وانتقدت وكتبت وأخرجت واشتغلت فن واشتغلت أدب واشتغلت رواية بس من حبست بالعراق يعني قلة ما يصير شوف أنا ربما لواقعيتي أولا وانا لست يعني عدائيا وصريح جدا بعضهم يقول هاي كونه توفيقي لا متوفيقي أنا رجل واقع يعني ورجل يعني من المشاكلي أنا اداري جيد أنا أدير تلفزيوني عنده مرات ومأسس محطات تلفزيونية ومشتغل بالـ ار تي كنت أدير خمس قنوات سوية إلى آخرهم فأنا أعتقد أن الإنسان في داخله بالأساس طيب يعني الشر دخيل على الإنسان أنا هكذا أفهم وأتجاوز أتسامح في كثير من الأخطاء لأني أتصور أن هذا الخطأ هو في ظروف معينة أو عقلية معينة أو دوافع معينة جعلت هذا الإنسان اللي في داخلي بالأساس طيب فكنت أنا صادقا في كثير من الأمور وأتحدث مع المسؤولين مثل ما أتحدث هنا وبالتالي لما انتعرضت هم منوا اللي وديك للسجن الناس الزغار المخبرين المزورين للحقائق اللي يسويون وشايات يكتبون عنك تقارير أنا رحت للسجن بـ 63 رحت للسجن يوم واحد لأنه واحد قال أنا كنت غايب يعني أنا من 58 بعد 58 بأشهر إلى 64 أنا كنت بألمانيا كنت نشتغل بالتلفزيون الألماني مخرج وإلى آخري فلما رجعت أنا كان وزير الإعلام بوقتها أو الثقافة قال له فيصل ياسر موجود ليش مجنعين بالتلفزيون فأحد وأعرف اسمه الآن أحد المسؤولين كانوا بوقتها ودير إذاعة قال أني أنا يعني كنت يعني ضد البعث وأني كنت شيوعي وأني كذا وأنا كنت كل الفترة هادة بخارج العراق أساساً ففي ذلك اليوم ودوا واعتقلوني بالليل 63 ثمانية شباط 63 ثمانية شباط اعتقلوني بالليل الصبح كانت مهمتي الأولى أن يعرفوا الناس أي معتقل بذلك الفترة أن يعرفوا الناس وين ودوا يعني كانت المعتقل يحب بس يخبر أهله أنا وين هاي قبل وراها وصار ما يخبر أهله لا يعني هو ما يخبر أهله لاحقاً بجمال لاحقاً ما يعرفوا وين ما يعرفون وين ففي ذلك الفترة أيضاً كنت ودي أوسل خبر لأهلي فطلع آمر السجن أعتقد كان مفواب أو شيء يعرفني فلما دخلوا الجماعة واحداً واحد أنا نادى اسمي ما قل لي لأي قلعة أروح تعرف السجن كان قلعة أولا قلعة ثانية قلعة خمسة بعدين لما راحوا ذلك إجعلوا يقال لي سيدنا شجابك لهنا وأنت بألمانيا ليش رجع ليش رجع رجعي ترجعي ترجعي فخبر هو خبر أهلي فثاني يوم أطلقوا السراحة لأنه كان بواقتها ورئيس وزراء رئيس وزراء انسيت ولا اسمه كان الرئيس وزراء كان ضابط أيضاً كبير فلما نعرف يعرفنا طلعوني ورأى يومين سافرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر